اشتركوا في القناة وذلك بمناسبة تكريمها بشخصية العام الرياضية على مستوى الوطن العربي ضمن جائزة سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك لرياضة المرأة 2024 تقديرا لدورها المتميز في الارتقاء بالرياضة النسائية على المستوى العربي واشهدت قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله بجهود الدكتورة الشيخ حصة بنت خالد آل خليفة الفاعلة والمستمرة في هذا المجال النوعي ودورها المشهود واسهاماتها المتواصلة ضمن مسيرة عملها الأمر الذي أثم في تطوير الرياضة النسائية ودفع بها لتحقيق العديد من الإنجازات في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية مؤكدة سموها حفظها الله أن هذا التكريم هو إضافة بارزة في رصيد الدكتورة الشيخ حصة الحافل بالإنجازات وحرصها الدائم على إيصال الصورة المشرفة للمرأة البحرينية في مختلف المحافل متمنية سموها للدكتورة الشيخ حصة مزيدا من العطاء والنجاح في خدمة وطنها ترجمة نانسي قنقر